فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فإن الواجب على الأعراب أو المستحب له إذا دخل في الإسلام أن يهاجر من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يتفقها في دين الله ولا يبقى في البادية لأنه لا يتمكن من التفقه في دين الله عز وجل وهذه الهجرة كانت واجبة في الأول كانت واجبة على الأعراب لأن لا يبقوا على جهلهم وجفائهم فيجب عليهم أن يهاجروا أو أن يهاجر منهم من يتفق في دين الله ثم يرجع إليهم ويفقههم كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالهجرة من البادية إلى الحاضرة لطلب العلم والتفقه في الدين واجبة في الجملة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية كانت الهجرة من البادية إلى الحاضرة في الأول واجبة ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والمراد بالولاية هنا الميراث فكان في أول الإسلام الأعرابي لا يرث من المهاجر والمهاجر لا يرث من الأعرابي ثم نسخ ذلك فقال سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نسخ مسألة الميراث وصار المسلمون يتوارثون بينهم مطلقا وإنما المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم موسيقى